انت بتشجع على فكرة لا انا بص ما عنديش مانا هو ممكن تكون نظريته بعيدة اوش اللي هو ايه في دوريات كبيرة في اوروبا في دورة ابطار اوروبا الناس بتسيب افريقيا عشان تروح تاخد هناك فلوس زيادة وتاخد مجد زيادة فان نفس افريقيا يبع عندها نفس المجد بتاع اوروبا ده ده كلام مطيف وجميل نظريا بس انت اولا هتقوي كل الدوريات اللي في القرار افريقية ازاي ده واحد اتنين هتقوي بطولتك انت الاول ازاي قبل ما تروح لقصة الفلوس يعني هو افكر انه لما هيبقى فيه مئة مليون دولار جواز فالعيبة الاندايا هتصرف فالعيبة هتكمل فهيبقى فيه مفيش الكلام ده صحيح عشال الاندايا اولا هتصرف غلط اساسا صحيح حتى مع كامل لاحترام سين من الاندايا خده عشرة مليون دولار الجايزة الاولى اللي هي جايزة البطولة تفكرك هيصرفهم صح؟ هيصرفهم غلط جدا ايه طبعا ده مش بعيد يعني مع كامل لاحترامعة فيها عند ده مش تصرفها لعيبة اصلا يعني بالضبط فهو بس هي الفكرة كمان ان انت تمنع اللعيبة او المواهب ان هما تخرج هو حتى لو هو نيته كده بس في النهاية برضو انا شايف ان هي غلط طب ليه كريم الاتحاد الافريقي بيحاول يجري 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 لان فيه ضغوط انت لا تتخيلها من جاني انفنتينو اللي هو بدأ فعلا يحكم الكاف حديد بتحكم الكاف ورجال الفيفا دلوقتي موجودين فبيحسبوا كل شاردة ووردة على باترس موتسيبي عشان كده هما مضطرين ان هما يجروا يا كريم عارف لما يكون حد عينه متغطية بحاجة وبيجري فالنتيجة كارسية يعني ده اعتقادي طيب من الحاجات برضو المهمة لو انت تفكر فيها في دوري السور الافريقي فكرة انه الدوريات في القرى الافريقية الدوريات الدوريات المحلية يعني كل دوري بتلعب بالمزاج يعني اللي في دوري بتلعب في السيف في دوري بتلعب في الشتاء في دوري زي بتاعنا كده بيقعد السنة كلها فضغط المباريات دوت هيبقى مستحيل هل ممكن تتوقع انه فيه عندية اخد بالك مباريات كمان دوري السور الافريقية تبقى اكبر او اكتر من دوري افريقيا بكتير وورجي النهاردة بكل ده طافي بيقولك احنا عشان ما نرهقش الاندية هنخلي المباريات في الويكيند في نهاية الاسبوع سلام او ميقفش احنا عندنا بيحصل ايه انا عندنا الاسبوع كله في ماشاط بنهاية الاسبوع بقى اول الاسبوع احنا مش في الدول الانجليزي على البكة ده ينطبق علينا وانطبق على كثير من الدول الافريقية مش بس مصر يعني صحيح يحصل ايه بقى في الظروف اللي زي دي هينسحبوا يعني فيه عند ده ممكن او فيه دول تقولك لا انا مش شارك في البطولة دي طب انا احسار لك سؤال فضل نظر بالمناسبة فيه تصريح للكابتال عامل حسين نقال لك انا متخوف من البطولة دي بسم الله طبعا الكابتال عامل حسين بتخوف من اي بطولة بس بسم الله الرحمن الرحيم اي بطولة ما عدينا بخاف منها بس اخد بالك هو تصريحه حقيقي لانه هو راجل ايده في المطبخ ده وبيواجه مشاقات كبيرة في التنظيم لما بتيجي تتكلم على دوري عامه وكاس مصر وكاس ربطة معهم دوري الابطال فيخلي اللي هو المسؤول عن لجنة المسابقات في مصر بيخاف من ده اللمت يخاف من كاس العالم كده ده اللمت فانت بتيجي تتكلم دلوقتي في سؤال مهم هل تعتقد ان الاتحاد الافريقي او لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي هتكلف نفسها عناء ان هي تحلي لك المشكلة دي يا كريم مستحيل هو عنده برنامج هو عاوز يطبقه وعاوز ينفزه مش هيلتفت لمشاكل دولة زي مصر هيبقى عندها مشكلة في الدوري او عندها مشاكل في الاجندة المباريات لما تخش عليها مطشط السوبر الافريقي بالمناسبة انا اظن ان مثلا حد زي جنوب افريقيا ممكن يبقاش عنده مشكلة نيجير يبقاش عنده مشكلة لان حجم البطولات واهميتها وعدد الاندية وكل والسلعة هناك لا تقرم بالدول المصري او حتى المغربي والجزائر والتونسي فانا اعتقد ان ده هيبقى صدام رهيب جدا ويمكن هتبقى خطوة كبيرة جدا تأثر على البطولة الجديدة دي اشتركوا في القناة